من جانبه أكد الدكتور مناث القحطاني سشاري الأمراض المعدية في المستشفى العسكري وعضو الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا خلال المؤتمر أن هناك آلية يتبعها الفريق الوطني للكشف عن الحالات المخالطة للمصابين بفيروس كورونا والتي تنقسم إلى أربع حالات حالات الأربعة التي تتم فيها تعريف الحالة المخالطة تكون السكن المنزلي وبعرف بالتحديد ما هو السكن المنزلي البيئة المقلقة تعتبر الفصول الدراسية قرف الاجتماعات أو حتى قرف الانتظار أو أماكن الانتظار في المستشفيات فهي رقم اثنين رقم ثلاثة المنشآت الصحية أو المختبرات التي تقوم بها عينات فيروس الكورونا وأربعة أي ظروف أو أي حالات فيها أي اتصال جسدي بالحالة القائمة أو هناك التساق برذراض الفيروس فهذه أربع الحالات التي يتم فيها تعريف الحالات المخالطين فأول شيء يتم التأكد من أن الحالة القائمة هي فعلا حالة قائمة وذلك عن طريق الدخول إلى سجيل وزارة الصحة والتأكد بأن الشخص المخالط كان فعلا لحالة مؤكدة أو كان مشتبه بها وأصبح حالة مؤكدة هي أول شيء ثاني شيء تتم إعداد قائمة المخالطين لهذا الشخص ويتم السؤال والتأكد هل فعلا أنت خالط هذا الشخص ولا لا بحسب التعريفات اللي عندنا فعقبا نسوي اللستة أو القائمة يتم تحديد الهوية ويتم تقفي أثرهم من أول تعرضة لهذا الشخص ونحسبها من يومين نسبة ما ذكرت لكم من تصادفه لهذه الحالة إلى مدة 14 يوم من مخالطته إلى هذا الشخص وبعدين يتم حصرهم حق المخالطين حسب التعريف والشروط اللي بيناها وحسب البيانات هي موجودة في وزارة الصحة ترجمة نانسي قنقر